فرع الحزب لازم يداخل اتحاد الرياضي العام لازم يداخل جمهور النادي لازم يداخل أعضاء النادي لازم يداخل لا خلينا نلاقي آلية تحط الناس الصح للرياضيين والإداريين ورجال الأعمال ونقدر نشجع بتفوت على أي منشأة باسل بسوريا تفوت على خرابة أنا جسمي لبيس يعني اليوم أي شي بيصير بالرياضة بكرة السلة بس ما بينذكر غير طريف قطراش أنظمة القوانين عطول أنت بتكون لسبب ما مخالف وأنا عم بتعلم يعني أنت بالنسبة للقانون مخالف في أرض ديار اليوم أتحدث عن ملف كرة السلة في سوريا مجموعة مواضيع نتحدث فيها عن هذا الملف منحكي عن بطولة وصل اللي لعب فيها فريق الحكم اللبناني مع الوحدة الدمشقي الأسبوع الماضي منحكي عن بداية منحكي عن مبارياتنا بتصفية آسيا عشرين خمسة وعشرين نحكي عن بكرة رح ينطلق دوري أو بطولة الجمهورية في كرة السلة في حلب تحديدا كل هاي المواضيع ومواضيع العلاقة باتحاد كرة السلة وما يثار حول وضع الجماهير ووضع الأندية مع الكابتن طريف قطراش رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة السلة كابتن طريف أهلا وسهلا فيك كل عام أنت بخير أهلا وسهلا أستاذ باسل كل عامتوا بخير المدينة مستمرة الشباب وصبايا بيأخذوا العقل يعطيكون ألف عشرين شرفتني أهلا وسهلا فيك صار لك قديش تقريباً رئيس الاتحاد كابتن طريف صلي تقريباً شي ثلاثة سنين ثلاثة سنين قبل ما نفوتك بالتفاصيل بدي أسألك سؤال عام عن كل ما يتعلق بالمناصب بالرياضة السورية ما بعرف إذا بتوافق الرأي كابتن طريف منشعر أنه الناس تغضب من المسؤول الرياضي حتى لو كانت هي أو قبل ما يستلم منصبه بتدعمه أو مشجعته أو عم تطرح اسمه فترة جديدة بعد ما يستلم بيصير هو المشكلة سواء كان رئيس نادي سواء كان رئيس الاتحاد سواء كان رئيس الاتحاد لعبة برأيك المشكلة بالأسماء بالمناصب ولا المشكلة بتركيبة المنظومة الرياضية كلها ولا الجمهور ما عاد عم يقبل كل هالأسماء كلها خلينا نحكي بصراحة السؤال كتير مهام أنا بأس الكل هاللي حكيتهم هن أسباب بداية خلينا نروح على السوشيال ميديا هاللي هي عم تلعب دور كتير سلبي بموضوع تقييم الأشخاص ومحاسبة الأشخاص بعض الأحيان بعض الأحيان بيكون الخيار للمنصب الرياضي للأشخاص خاطئ وهذا الشخص بيكون غير مؤهل وبتحطه بموقع المسؤولية فتظهر المشاكل وكتير من الأحيان واقع البلد هاللي نحنا خلال فترة تخلينا نحكي بكل صراحة الأزمة 12 سنة 13 سنة ولسه ما زالت الأزمة الاقتصادية موجودة الناس عم تقدر بالملاعب الرياضية تفش غضبة وتعبر عن رأيها بغض النظر مين هو الشخص ومين هو المسؤول هي برأيها أنه عطول نحنا لازم نكون الأفضل والأحسن مقارة بدول الجوار والمنطقة وهون المصيبة الكبرى أنه كل المنطقة تطورت بشكل كتير غريب نحنا صار بسوريا خلينا نقول شي ممنهج لعودة البلد إلى سنين سابقة كتير كبيرة وهذا عم يخلي الناس تكون غاضبة برياضة ولا بشكل عام؟ بشكل عام طبعا يعني أنت اليوم بحالة اقتصادية معينة عندك ولادك عندك مشاكلك تروع على الملعب لتغير شكل وتاخد راحتك بتنفيس الغضب يعني تعتقد أنه اللي عم بيصير بالملاعب عموما هو احتقان مليون بالمية وعم يظهر بالرياضة وين الخطورة باسل هو تتحول الأمور لشخصانة وتتحمل الأمور لعنصرية أو تعصب ونحنا بكل هدول ثلاث كلمات رياضة ما لازم تكون موجودة فيه هاي جديدة علينا ولا من زمان في تعصب؟ كان في تعصب كان في تعصب بس هذا التعصب مقبول تحت قاب قوسين المنافسة هلأ ظهر بشكل كتير واضح مدن محافظات أشخاص انتماءات وهذا الشي هو بشكل طبيعي من طبيعات الحرب هاي أكيد تماما هذا الشي طبيعي تماما بدنا وقت فلازم نحنا وقت نكون بمركز المسؤولي نقدر نتفهم هذا الواقع نحاول نساعد الناس ونفهم الناس نتواصل معه نأوجد الحلول يعني نحنا كلنا بنعرف نشخص المشكلة ولكن إيجاد الحل هو الأفضل هذا اللي عم يشتغل هو اتحاد كبتال طريف بدي أحكي عن الصالات جهستوا صالتين الحمدانية في حلب والفيحق في دمشق بمواصفات كتير حلوة شفنا حقيقة شفنا شي كتير مهم كتير 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 مهم فعلا وكتير متطور واللي بيتابع كرة سلة واللي ما بيتابع كان سعيد بالشكل وبالنتيجة ولكن اللي بيدخل يعني بيشوف خلال وقت أصير بلشت تظهر الأصص يعني تكسير حمامات أصص شو مشكلتنا بالضبط نحنا ما بنعرف نتعامل مع المرافق العامة ولا هن فئة قليلة ممكن تكون عم تخرب ولا شي يعني مقصود ليه عم بيصير هالتكسير أو التخريب علما أنه هذا مكان للناس يعني الناس جاية هي ترتاح هي عم تحضر تمام أول شي بداية الصالات هي مسؤولية المنشآت مكتب المنشآت اتحاد الرياضي العام نحنا كنا ميسرين ولكن صاحب العمل والشغل هو الاتحاد الرياضي العام والمكتب التنفيذي ومدير مكتب المنشآت نحنا ما أهلنا صالتين فقط نحنا أهلنا دمشق حلب لادئية سويدة وهلأ حما لتنجح بأي عمل لازم يكون عندك البنية التحتية صحيحة نرجع عودة على التكسير هو نوع من قلة الثقافة أكيد هي مانا أغلبية ولكن هي أقلية حاقدة عم تقدر تفرق غضبها ضد هاللي صار بالبلد عن طريق التكسير والسرقة وخليني نقول وسوق الأخلاق ما فينا نعمم هالبلد لو ما فيه ناس كتير منيحة ما ضلينا صامدين لما فيه شي معين صار ما منضل صامدين فبرجع أقول من خلال الأزمات تظهر عندك هاي الأصاص واجبنا نعلم ونعلم ونتعلم بعض الأخطاء اللي عم تصير بالصالات أنه أنت صالة بدو يفوت عليها عشرة ألاف متفرج عم تدخل من بابه واحد وعم بتدخل الفريقين المتنافسين أو الجمهورين من نفس الباب أنت أوتوماتيكا عم توجد فتيل لازم تلغي إخراج الناس تعامل حفظ النظام مع الناس كله هذا بلشنا نشتغل عليه وبرجع بلك بالبداية بتاعي كتير صعوبات أكيد شو وقف بوجرك كابتن طريف شو المشاكل اللي أنت كرئيس الاتحاد ما عم تقدر تتجاوزها الأنظمة والقوانين هاللي هي بتسوق الرياضة السورية من من عصور يعني اليوم الرياضة هي مثل الفن باس اللي هي حالة إبداع وحالة شغف بالنسبة للناس تقدر التابع وتشوف وتأسس لشيء أخلاقي ورياضي لولادة هي حالة كتير كتير كبيرة معظم مشاكلنا الأنظمة والقوانين نحن اليوم كلنا معرضين لنتساءل بفساد ضغري وأمور مالية فأنا أتمنى أنه يكون فيه تغيير للأنظمة والقوانين من خلال المجلس المركزي الاتحاد الرياضي العام وهذا عم بنشغل عليه ولكن بده جرأة أكتر وسرعة أكتر شو المطلوب تحديداً كابتن؟ تغيير أنظمة والقوانين بمعنى اليوم أنا مع كطريف قوت رشان بحكي أنا اليوم مع قطاع تشاركي 51% للدولة و49% للخسخصة اليوم الرياضة بحاجة لمال وهذا المال دخوله وخروجه بتربطه أنظمة والقوانين لازم تتغير بمعنى أنا اليوم كاتحاد كوريا تسلي عندي مشاركة آسيوية هالمشاركة الآسيوية عندي نافستين بلبنان وبسوريا أنت بحاجة لمبلغ معين من المال نحن عم نحاول نكون قطاع منتج يعني أنا ما عم بعتمر على الاتحاد الرياضي عم بقدر جيب رعاية من نتيجة الشيء اللي يساوينا طبعاً المال لازم يدخل بشكل نظامي بيدخل على الاتحاد الرياضي العام بيحولوا الاتحاد سلي بيطلع قرار بينصرف مثلاً أنا عندي النافستين هدول بيكلفوا بما يعادل أكتر من 800 مليون 700 مليون 600 مليون تروع على البنك دك تسحبهم بيقولك دك تسحبهم 15 وراء 15 بيكون هاللي ضرب ضرب وهاللي هرب هرب وأنت عندك مشاكل مدرب أجنبي لعبين أجانب لازم نتعامل بالليرة السورية لازم كذا فأنت بحاجة لحرية ولكن هالحرية لازم تكون مراقبة لأنه نحن كمان حرية يمنحها قانون قانون فأنت بكل هاللي أنت عم تعمله أنت مخالف للقانون بمعنى أنا بدي أشتري بوت كرة تسلي أو كرة تسلي طابية حقق 210 دولار بتعملها على السوري بتطلع حقق مليونين ونص الأنظمة والقوانين بتقولك أي مبلغ فوق 600 ألف لازم تساوي مناقصة وثلاث عروض ما قلت عمل مناقصة لتشتري كل تسلي مثلا أنت عم تقول لي شو هو الصعوبات هاللي الناس ما بتعرفها والرقابة والتفتيش والتفجيل عندك هي حكما ده يعني هنه ما لهم غلطانين هنه عم يطبقوا الأنظمة والقوانين تماما فأنا أتمنى أنا كان لي الشرف والفخر أني اجتمعت مع السيد الرئيس لمدة ساعتين وعرضت كل هاي المشاكل وكان في مسته منتهى السلاسة طريف غيروا الأنظمة والقوانين وبعتوها وشرحوا شو وهذا ما في عليه خلاف هون المشكلة وقت نحن المفروض كأعضاء مجلس مركزي واتحادات ورياضيين ناخد الجرأة ما المفروض تكونوا كلكم شايفين نفس النقاط مثل بعض كابتن طريق لا لأنه أنا قلتلك بعض الأشخاص اللي هنه عم بيجوا بالانتخابات أو الانتقاء تبعيتهم إن كان من إدارات عندي ولا أعضاء اتحاد وقد يكونوا بمستوى مختلف تماما أنت بدك توجهة الأنظمة والقوانين وتحاسب الأشخاص يعني أنا اليوم لإدارات عندي كلها عم تعاني مشاكل اقتصادية عم نجيب بزنسمان رجل أعمال بيجي هو بده ينبسط إنه بصير شهرة وكذا وكذا بيجي بيدفع مليار مليارين بس هاي العملية غير منتهية فبيجي بعد فترة بيقول لك أنا شو بدي بقى القصة بيبطل بتجيب إدارة تانية عطول في خلل بالإدارات عطول كمان رجل أعمال أي حدا بده يشتغل بزنس ما بيحط نصاري غير بياخد مقابله فهي منا عملية مثل ما الناس انفكرتها إنه لا حقه ياخد مقابله ونطور رياضة ونوجد نظام جديد يقدر ينتقل بالرياضة لواقع ونحن عنا الامكانيات البشرية وعننا الامكانيات البنية التحتية مقبولة نشتغل عليها فأنا بعتقد هذا كله بده إعادة تقيين يعني مثلا فرع الحزب لازم يداخل اتحاد الرياضي نعم لازم يداخل جمهور النادي لازم يداخل أعضاء النادي لازم يداخل لا خلينا نلاقي آلية تحط الناس الصح للرياضيين والإداريين ورجال الأعمال ونقدر نشجع بتفوت على أي منشأة باسل بسوريا تفوت على خرابة كانتونات كانتونات بينما النادي بدك تفوت أنت أخذ ولادك أخذ ناسك انتماءك لمحافظتك انتماءك لناديك هذا بده إعادة وفقدت لكثير من النادي هذا الدور الاجتماعي اللي كان ما عدت فيه كان النادي دوره اجتماعي مو بس رياضي رياضي ثقافي اجتماعي ما عم بيكون عنده هذا الدور كابتن واقترحت يوم للأيام عندما كنت مجلد الشعب حتى نساوي مكتبة بالنادي حتى نساوي في أساس الرياضيات بيكونوا بيعملوا عمل طوعي ساعتين لهاللعبين المناح نجي يعني هو عملية متكاملة انت وتعرف ابنك عم بياخد مصاري يعني انت هي عم تخلق فرص عمل باسل مرعبة يعني في عنا ناس بياخد سبعمية مليون بالسنة في ناس ثلاثمية مليون في كتير ناس ميتين مليون هي لازم تتنظم هالمصاري الضرائب وزاعة شؤون الشمعية والعمل كذا الرياضي مثل ومتلأ اي شخص بطل لازم يكون عنده شي يعني هذا الفكر اللي عم نشتغل عليه هلأ صعب صعب ولكن انت بتطرح افكارك الدولة بتقبل يعني الدولة ما نبعيدة عنك ولكن نحن وقت منحط الشخص اللي هو بحياتهم ولعبان رياضة بمكان مسؤول رياضي ما رح يفكر مثلنا كتير صعب عليه انه انا شوف لاعب عم بياخد سبعمية مليون وانا معاشي ميتين الف كتير فيه تناقض صحيح طيب لتلي بداية حديثك بالحديث عن الانظمة والقوانين لتلي اليوم المواضيع المالية يعني دائما بيتصوب علينا فيها صح وكأنه كل من يعمل في الرياضة وعنده منصب اليوم متهم بالفساد حتى يسببت العكس شو ردك على هالنقطة شوف اول كلمتين بيحكوهم عطول فيسبوك بيعرفوك ما بيعرفوك يا حرام يا فاسد اول كلمتين بينحكو عليك بدون معرفتك بدون معرفة الانظمة والقوانين بدون بدون برجع بلك باس انا من المؤيدين لفراس مع الله لانه هو الرياضي وبطل فانا قادر بوجود هيك شخصية راقية اخلاقيا ورياضيا نقدر نتوصل لمجلس مركزي بطرح مشروع كتير كبير مشروع قانوني يتقدم لمجلس الشعب وبالتالي يتقدم ويصير قانون ما بعرف ليش معهم تصير هالقصة لانه الاستاذ فراس عم بيتعب حتى ماليا عم بيتعب مكتب تنفيذي حتى ماليا كمان هني عندهم رقابة وتفتيش وكمان عندهم يعني مثلا انا معي يجي مثلا مدير مالي رياضي بيعرف انه هون في صرف لازم يطلع الصرف فورا في مكافأة لازم تطلع يعني انا بيجي بدي كافئ الفريق ما ما اقول كافئه بعد اربعة شهر من انتهاء البطولة يعني بتفقد ايمتها فبعتقد بحاجة كلنا مسؤولين نحن نحن نحكي برياضة بقطاع يجب ان يتطور بسرعة ويعود التقصير اللي صار بسنين الماضية فيما الانظمة والقوانين كبلته ماسكته نازعته نازعته باسل واليوم انت حكيت هلأ كلمة قطاع رياضة الرياضة هي خير سفير لاي بلد في العالم وشفنا هات الموضوع الموضوع خطير جدا ومسيس يعني العالم كله عم بيستعمله هنه بيقولولك انظمة القوانين اللجنة أولمبية هو كله سياسي اليوم عم نشو فنحن لازم نكون ضليعين بهذا الموضوع تكون فهمانا هيدا الموضوع تماما وانت سفير فوق العادة يعني انت اليوم بيعزل أزمة السورية وقت رحنا نحن ع قطر نعزل في النشيد العربي السوري بالعالم السوري هاي رسالة هاي الرياضة وقت بيطلع منتخبك اليوم آسيا عم تتغير العالم عم يتغير نحن نحافظ عما بدقنا ولكن منفوت بهذا التغيير الايجابي هاللي منقدر نطرح يكون عنا مرونة عنا مرونة لهذا المفوت طيب بالمباراة اللي جمعت الحكم اللبناني مع الوحدة الديمشقي ضمن منافسات بطولة وصل وقيمة على أرض الفيحة صار في مشاكل صح الساعة نعم نحكي عنا مشان نتجوز بسرع انه صار موضوع قديم يعني قالوا لك معقول حضرتك كابتن طريف ما بتعرف انه ممكن الساعة تعمل مشاكل بالتالي ما نكون عاملين بلان بي اول شي شايفة كتير مني البلان بي موجود البلان بي موجود ونشتغلنا على البلان بي ولكن بالانظمة والقوانين الاسيوية هنه كتير هنه كتير هنه كتير قاسين وحازمين اليوم موضوع الساعة باسل نحنا عايشين ببلد صلى فترة زمانية فيها حرب اذا بترف الكهرباء وبترف عند اي واحد تضرب اي شي بالاضافة نحنا هدول ساعات نحنا في عنا خمس شغلات ممكن تأسر على الساعات لا بايدي ولا بايدك ولا بايد اتحاد الرياضي العام ولا مدير المنشآت عنا السفارة عنا امن عنا الراجدة هلي هي بتنحط ونحنا بلد فيها حرب لا تمنع اي تفجير عندك جهاز الامني هلي قدامك بالصالة كل هدول عندهم اشارة بالاضافة بقلب الصالة في عنا شي خاص كمان فيه اشارة مالها شغلتنا بس هده بتعرفوه انتو نحنا بس النظام 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 انك انت توصل شي بكل العالم واي فاي انت توصله بكابل كتير صعب فبدو ناس معينة عم نشتغل عليها صلنا عشر تيام مع الاستاذ علاء بسمك ليه ما عملتوه قبل حاطين بلان اي و بلان بي نحنا ما بتصير هاي القصة غير باللعب الكبير يعني هني الساعات انفحصوا قبل المباراة بساعتين ايه انفحصوا ومشيك عليهم وشغالين شغالين بس العوامل اللي ذكرتها واللي بتأثر على الساعات حاطين بلان بي ماردو يلعبوا عليه بس ما كنتم خبريينهم قبل يعني نطرتوا لتصير القصة وقلتوا من الجرد مو نحنا بوات بتصير مباراة سوية باسل نحنا منصير ميسرين المكتب الآن سوي بجي عمل فحوصاته وشيك على كل شي تمام نحنا منعرف كل شي تمام ماردو يلعبوا على الحكمة ولا الحكمة 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 اللي هني لهم مصلحة نحنا معودين وما ننسى ببطولة وصل نادي الأهلي حلب كمان عن مشارك ضد الشرطة العراقي فبالمبدأ عم نحاول نعالج مشكلة مو أنا مسؤول عنها ولا لي علاقة فيها ليش الجمهور هاجمك لإلك بشكل شخصي بالملعب هلأ مو بس أول مرة أنا جسمي لبيس يعني اليوم أي شي بيصير بالرياضة بكرة السلة بس ما بينذكر غير طريف قطراش هذا بحملني مسؤولية كتير كبيرة إنه كل الناس مفكرتني سوبرمان بقدر ساوي كل شي أنا مثلي مثل كون بوجد الحلول بحاول لاقي مشاكل كل الاحترام والتقدير لهذا الجمهور الرائع بغض النظر عن مشاكله واجبي كمسؤول رياضي اتحمل ولاقي حلول لكل المشاكل اللي تصير بملعبنا ما أخدت عقوبة ضد الجمهور أبدا ليش؟ بالعادة بيكون في عقوبة طبعا بس هل أدرت يعني أنت تقديرا لسبب الانفعال لا شو السببب؟ انه تعرضوا لي شخصيا وأنا ما ممكن شخصا أموري مع الجمهور تماما وأنا بعرف أنه ما لدينا نسبة كبيرة ولكن ليست نسبة قليلة هاللي عمت فيش غضبة فيه فأنا واجبي أني يتحمل طالما التعرض لألي بالشخصي طب حكيت مع الالترس اجتمعت مع الالترس تاني وما بيعرفوا وجابوا لي هدية واعتذروا هاللي ناس شباب صغار طيبين كويسين حكيت مع حضرتك عن الالترس أكثر من مرة بصراحة بعض الأحيان هو الالترس والمشجع يعني ممكن يعمل مشكلة طبعا ولا هو بس بيحل المشاكل أو بيهدي الناس لا لا هو قمة المشاكل بعض الأحيان بالالترس بعض الأحيان الالترس بما معنى هاللي معارضين المبدأ المعارضة هاللي من أميركا اللاتينية فهن أي شي هن ضد أي مسؤول داك تتفهمهم شباب بس هن ما لهم عنيفين ما لهم زعران ما لهم إلهم قصصهم خاصة ضبوا الشناتي بيعملوا لك عبارات بس أنا يعني أنا بحبهم لأنهن هن شباب كويسين بيصير غلط هن برأيهم حدا لازم يتحمل مسؤولية بين الجمهور والالترس مثلا موضوع التدخين بالملاعب موضوع الشتائم اللي صار مستوى الشتيمة أكبر أكبر من السابق يعني كل عمره يصير بعض الشتائم بالملاعب ما نوشي جديد بس صارت يعني لدرجة كابتن حتى اللي عم يتابع على التلفزيون عم يخجل في بعض الأحيان بعض الشتائم اللي عم تطلع عم تمرو هذا هو ثقافة ثقافة اجتماعية شوف فاسل التدخين مليون بالمئة هي ثقافة وبرجع بقولك نحن لازم نتحمل مسؤولية هحكي عن رمي التدخين لازم نحن وقت ننقل لهم ممنوع التدخين نوجد لهم مكان للمدخنين يدخنوا وقت يروحوا ويرجعوا ويلاقوا مقعدهم موجود فهي مسؤولية وحنعمل عليها فيديو حنعمل عليها إعلام وأعلان كتير كبير هلأ قادم لموضوع التدخين بالنسبة للشتائم أكيد بفترة من الفترات برجع بقولك فأدنى الهيباب بقلب الملعب بين شرطة تحفظ النظام والجمهور هلأ شرطة تحفظ النظام ما بيدون يدخلوا على الجمهور بشكل عنيف حتى ما يتخلق مشاكل هنه بيغنى فعن بيتحملوا اليوم وقت ولد صغير بيزد أنينة مية على ارتفاع أو أي شخص أو 20 أنينة على ارتفاع 20 متر معباية على مين هم تزدوه على اللعبين على الإداريين على الكذا هذا موضوع بده معالجة ونحن بلشنا وبلشنا ناخد سمار هذا الموضوع هو العالم صار تحسب حساب للعقوبة هلأ أنا كتير كنت أنه هالعقوبة لازم يتحمل الجماهير بحرمان الجماهير مو إدارات الأندية تجي إدارات الأندية تحت ضغوط الجماهير تبعها باسل بتقولك أنا مستعد أدفع مال وتفك العقوبة أنا ضد هذا الموضوع لأنه نحن ما استفدنا شي الجمهور بيشاغب والإدارة بتدفع فعن نوجد قوانين نحمل كل ناس اللاعب وقت يغلط هو بدي تحمل مسؤولية مو الإدارة ماليا الجمهور نحن بالجمعية العمومية بنطلب بصير التصويت اليوم هلأ منعنا الترحال ليش منعنا الترحال ما بنشير أي سبب لاستضامة الجماهير مع بعضها مبدئي لنقدر نتعوض أوكي ما في ترحال الجمهور هو بيتحمل كل شي بيصير بالصالة وإدارة عندي ما تحطوا سبب أنه هن يسبونا ولأ نحن سبيناهم ومنفوت بهذا الكلاش مين بلاش ومين بغض البيضة اليوم كل نادي مسؤول ممنوع الترحال مبدئيا لحين استقرار الأمور في وقت محدد أكيد الوقت هو الالتزام كابتن طريف قبل ما أرجع هيكي نحكي عن كرة السلة اللي رح تبدأ بكرة بكرة بحلب ونسألك ليش اخترت حلب شوية قصص سريعة علاقتك بالرقابة والتفتيش كيف واللي بيعرفك شوية قصص بيعرف أنه كان في مجموعة من الإنجازات اللي حضرتك عملتها العلاقة بالملاعب العلاقة بكرة السلة بالكرات حتى اللي كنا عم نحكي عن كلفة الكرة الوحدة العلاقة بالفندق يلي صرتوا تنزلوا الناس فيه بدل ما تحجزوهم اللعبين كرة السلة يعني هاي الأمور وأنا بعرف أنه كان فيه أمور يعني لأنه أنت زلمة إلك عمر في الرياضة وعندك اسمه كذا بتزبطها بهكي بمعارفك يعني عن طريق معارفك ومع ذلك كيف علاقتك بالرقابة والتفتيش وهل دائما بتواجه مشكلة أنه وين رحت بهاي وشو عملت بهاي وكيف فوتت هاي وكيف نظمت هاي بطبيعة الحال أنا مشكلتي أني جاي مقطعة خاص ما لي مشتغل قطعة دولة فالرقابة والتفتيش إلهم حق وهن جهة رسمية من الدولة للدقك وهي ضرورة ولكن ما برجع بلك الأنظمة والقوانين عطول أنت بتكون لسبب ما مخالف وأنا عم تعلم يعني أنت بالنسبة للقانون مخالف مخالف طبعا كيف أنت جبت كيف بنيت أوتيل الصخرة على حسابكم كيف ساويته أوتيل الصخرة هو سبع ثمان غرف في ساعة 25 لاعب ساوينا لنوفر على الدولة واتحاد الرياضي العام واللاعبين ولكذا يعني صرنا موفرين شي 200 مليون هاي السنة من هذا الأوتيل وهو عبارة عن مكان منح لنا من قبل الاتحاد الرياضي العام هو مستودع وحولنا لأوتيل بحكم العلاقة مع الاتحاد الآن سويد دخلنا ملعبين ثلاثة على ثلاثة تتجاوز الكلفة تتجاوز باسة العشرين ثلاثين ألف دولار كرات أكتر من ألف كرة دخلناها بعلاقاتنا الخاصة وتجي الرقابة بدا تشوف المستودعات دتشوف إنه هادول كيف دخلوا كيف فات ونحن دخلون نظامي على المستودعات وكذا منين جبتوهم منين كذا يعني انت عطول بقفص بقفص الاتهام وإنه شغلون أنا بقدر بفهمهم وهلا عم هني في ملاحظات نطريف ما بيصير النسريات تدخل عطول باسل تكون تحت ضغط إنه يوم الأيام يجي حدا غير متفهم بيطلعك حرامي بتكون انت حاطت مصاري هاي المصاري اللي حطيتها هي صارت مال عام وتحاسب عليها وأوائل معنو أنت بتكون جايبة أنت جايبة أنت جايبة فهذا بعتقد مشكلة كل الأندية أنا برأي الحل هو أعطاء صلاحيات لرؤساء الاتحادات والأندية ومحاسبتها بنفس الوقت من قلال تطوير الأنظمة والقوانين اللي بتخدموا الرياضة السورية وكل إنسان هو تحت المسؤولية لأنه هذا واجب لأنه مو كل الناس مناح ومو كل الناس سيئين فبهذا الموضوع ليش البطولة صارت بحلب نحنا اليوم كأتحاد كرة تسلي شوي عم نفكر خارج الصندوق اليوم البطولة كأس الجمهورية كانت كل عمرها محددة تصير بدمشق ولكن نشر اللعبة اليوم صار عنا ست فرع عم بيتنافسوا منحق جماهير هذه المحافظات وتخفيف العصبية والتعصب وخلينا نقول التنافس الشريف قلنا ساوينا قرعة طلعت البطولة في دمشق قبل ساويناها بحمى واليوم دور حلب بالقرعة بالقرعة أول بطولة بالقرعة حطينا طلعت دمشق أول شي عملناها بحمى لأنه أنا كان كتير غاية نادي النواعير والطليعة وهالجماهير الكبيرة اللي عم تستمتع وتعرف وتشوف السنة اللي بعدها ساوينا قرعة طلعت في دمشق وعدنا السنة اللي بعدها بحلب وهلأ نفزنا بالوعد وقت بصير باللادية حساوي باللادية هذا من حق الناس تتفرج هي ما نحكر على يعني الأنظمة والقوانين ما نحكر القرآن وإنجيل بالضبط هي بتقدر تغيرها للمصلحة العامة وتشوفها للمصلحة العامة شو رأيك بالفرقة اللي حتنفس بكأس الجمهورية بس كله حسب استعداده اليوم نادي الوحدة ونادي أهلي حلب طلعهم بطولة توصل بعتبر بطولة كتير مهمة هاي للسنة التانية عم نشارك فيها ما كنا نشارك بسبب كتير شغلات السنة الأولى كان وضعنا سيئ السنة أفضل بكتير ولكن لا يرضي طموح الجماهير في أو أنا بعملها قبل الفاينل حتى تكون هي تجربة للأندية تشوف العيبتها تشوف وين مشاكل هلأ الضغط تبعا أنه هي حتكون خلال 5-6 أيام ولكن نحن ضغط الروزنامة وتحضير المنتخبات الوطنية واليوم بآسيا ما عد صاروا يعتمدوا على المحسكرات الطويلة للمنتخبات بيعطوك 72 ساعة كلها 3 أيام تجمع حالك كذا فنحن عم نعود كمان الناس على هذا الموضوع يعني هذا رتم جديد إذا فينا نقول عليه 100% ولهلأ نحن الناسنا ما تعودوا عليه وأنا اليوم من خلال منبرك بطلب من جمهور حلب الراقي أنه يشتقل الفرق كما أنا بعرف ابتعاد عن المسبات ابتعاد عن الشتائم حلب بالنسبة إلي مثل دمشق مثل حمى مثل حمص مثل اللادئية مثل باقي المحافظات خلينا نتعود أنه الفريق الأفضل هو اللي بيفوز اليوم في توفيق بالرياضة وخلينا نبارك للي بيفوز تماما يعني عم نشوف يعني بلشنا أنا بدي أتشكر جمهور دمشق بالرغم من اللي صار هيك بعض الحساسية بالبشان الساعة بتشكر جمهور حلب الراقي جمهور حمص الراقي دمشق الراقي حمى الراقي اليوم نبتعد عن المسبات والتدخين نفرجي آسيا كيف نحن عم نقدر نستضيف بطولات دولية وبلد رجعت شوي شوي عم بتحط جريا على الأرض بعد ما دب حوى لهذه البلد فأنا أتمنى ونحن القطاع الرياضة هو القطاع الأسرع والأفضل لعودة وتسويق بلدك كما كان صحيح كابتن نحكي عن موضوع تغيير تغيير اللاعبين الأجانب ضمن الأندية شو رأيك فيه وشو رأيك بموضوع اللاعبين الأجانب عموما بالأندية حتى بالمنتخب إذا عم تشتغلوا على الموضوع وهل في عوائق أكيد يعني عوائق قانونية أول شيء نبدأ بالعوائق الاقتصادية أنا بالسنة هاللي فاتت كنت فاتح موضوع تغيير اللاعبين الأجانب قد ما بدك ولكن سوء الإدارات وسوء الإدارة الرياضية بالأندية مثلا أندية عريقة مثل نادي أهلي حلب الوحدة الحمص الحمى مثلا 11 لاعب أجنبي مغيرين 11 لاعب أجنبي بسي كل لاعب بتغيره بدك تدفع 8 ملايين و 500 رسوم لآسيا والله بالجمعية العمومية في كثير من الناس اعترضوا أنه تغيروا أجانب وعم تكلفوا وكذا نحط قانون السنة إذا توقفوا علي بحيلك تغير بتجيب لعبين ما كانوا منح بتجيب غيرهم فقط فقط هذا حقك بالسنة بالسنة هلأ ليك شو عم بيصير باللبنان ليك شو عم بيصير بسعودي يا جماعة وضع مختلف أحسن ما فيك تقارن بلدنا بأي بلد نحن بنشتغل ضمن مصلحتنا بس ما منقدر نقطع عن العالم التغييرات الكثيرة هي سبب سوء اختيار سوء اختيار أول شي أي لاعب تجيبه أول شي يبدا تكون جايب سيدي تبعه ثاني شي ما يكون مصاب ثالث شي ما يكون مستواه سيئ هلأ اليوم هون النقطة الخطيرة مثلا باللبنان عم بيجيبوا لاعب بالشهر بياخد 25 ألف دولار نحن نجيب لاعب ياخد 3000 دولار الاختيار ولكن وجود اللاعب الأجنبي اليوم طور اللعبة كتير بلش لعبين يتطوروا بوجود منتج أجنبي عم بيلعب معك بلس ممكن عيننا تكون اختيار أحد المجنسين اللي هي ضمن القانون الآسوي هو لاعب منتخب سوريا فنحن نحظينا أنه اللعب اللي اخترنا المجنس هو بيلعب باللبنان ومن أهم اللعبين ومسجلين بالإضافة وفرنا تيكت الطيارة تابعه كان حظن كويس انتقاله من حلب من دمشق لبيروت سهل هذا بخصوص اللعب الأجنبي مستعدين الجنسية كمان هذا من المواضيع اللي ناقشناها كتير أي لاعب سوري مستعد جنسيته بمعنى عنده دم سوري مرحب فيه في سوريا تتعب تحكي عن جافيون بلاك جافيون بلاك بلاك جافيون بلاك هذا اللعب وعمره 26 سنة وكان تواصلنا معه بشكل مع مدير المنتخب معي ومع المدير التسويق وقدرنا ننجح نجيب هذا اللعب مستعدين جنسية هللي هني أصول سوريا هذا الملف في كتير ناس ما بتعرف هو مختلف كليا عن ملف كورة كورة بيطلبوا جواز سفر قبل 16 سنة للاعب مستعدين نحن معظم الملف هللي صلي سنتين عم تشتغل عليه قدر جيب كمال جنبلاط وقدر جيب أندري فارس وقدر جيب ديفيد هيربس وعم تشتغل على الأرجنتين بحكم هجرة السوريين سابقا إلى الأرجنتين دم وبالبرازيل نفس الشي وحاليا في ألمانيا اليوم استاذ باسل منجيب هذا اللعب نعرف أنه أمه سوري طلع الاتحاد الأسيو نتيجة بأعتقد مشاكل بهذا الموضوع خاصة مع قطر طلع معيار طلع معيار أنه طالما هذا اللعب سوري قبل 16 سن يعطونا جوه السفر هاللي بيستويت هو سوري بالنسبة هي العملية كثير كثير صعبة خاصة إذا جده كان سوري تماما عم نتعامل مع هذا الموضوع مع الجهات المعنية تحاول تساعدنا كثير هذا الموضوع مثل اللي صاير مع سليم سفر مثلا وإمليانو ولوكس هدول نحن رافعين خمس ملفات للاتحاد الأسيوي هن إمليانو لوكس سليم سفر طبوتي وفي واحد آخر وعم ندور مستعدين هلأ بأميركا في عنا لعبة طلع أبوه سوري معه جواء السفر أمر 16 سنة بتاخد العقل بيت برهوم هنتواصل معهم لنقدر نستدعية للمتخب الوطني هاي العمليات باسل فيه إلى بروسس كتير كبير ما أنا خفية عنها يعني نحنا شغلتنا هالشغال إيامات بتنجح إيامات سياسة بتلعب دور يعني اليوم نحنا اتحاد آسوي في اتحاد إماراتي رئيس تحوذ اللواء قرقاوي المحترم في رئيس تحوذ الآسوي من قطر في السكرتير تنفيذي ميسيو آقوب في يعني في قصة بدك تشتغلها صح لك تدير الملف بزكاء وديبلوماسية تماما ما فيك تروح تحارب وتقول أنتو ضدنا ولا أنتو معنا لا في أنظمة وقالينا يشتغل من خلال لنقدر نحصل هاللي بدنا وهذا بيشتغل هلأ الناس مفكرة أنه أنا بيطعب يدي كل شي لا يا جماعة أنا مثلي مثلكون أنا بيشتغل مشتهد متابع ما يشح له مخي نضيف دبلوماسية ما يشح له ولكن أيامات بنجح ويامات بفشل بهذا الموضوع حكيت عن اللاعب اللي عمره 16 سنة وقبل بأكثر من حوار ذكرت موضوع الفئات العمرية كابتن طريف كيف عم تشتغلوا على هذا الموضوع وهي واحدة من الصعوبة كمان عم نشتغل الفئات العمرية بالبنات كتير منها بوجود زينة نصار وفريق العمل الدوريات كلها عم ساويوا الفئات العمرية بهذا الأوتيل الصغير صرنا نجمع اللاعبين الصغار ونجيب مدربين محمد أبو سعد حيكون مشرف على الفئات العمرية الأعمار الصغيرة بلشنا نشتغل كتير منيح بيجي بعدين العقبات تبع الاندي هلي بتلك أنا الحالة الاقتصادية وطوصير الجد وجد ما منقدر نسافر هاي معد مشكلتي أنا واجبي ضبط الجداول الدوري المنافسات الأعمار خلقنا فرقة جديدة اسمها تحت الواحد وعشرين هلي هي فيها الترف ما كانت موجودة واليوم هلي عم تنافس مين نوعير وأهلي حلب وطلع الوحدة والجيش فبالمبدأ اليوم وات عم نشوف أعمار صغيرة بواحد وعشرين عم بيلعبوا قدام جمهور قدام هون عم نتطور بس برجع بلك التطوير كتير يعني وقت تهد كتير سهل وقت تتعمر كتير صعب فبدنا وقت ونحن تحت المحاسبة نحكي عن المدرب الأرجنتيني تمام وأداء الأداء بعد ما استلم كيف تغير برأي حضرتك كان عنا أحسن من أحسن مدربين خفير هاللي هو إسباني بطل أوروبا ريال مدريد وما زالت العلاقة ممتازة معه بتراتشي كان الخيار هو له عدة أسباب أنه في عنا لعبين أرجنتينيين وهو كان يشتغل باتحاد الأرجنتيني ومدرب عاش بسوريا بنادي أهلي حلب شاب صغير عنده طموح قدرنا خلال فترة زمنية نعمل هالكيمستري نحن وياه حتى كان فيه نصائح من خفير يعني مو من الناس اللي بيقطع علاقات فبتراتشي تم اختياره قدر يعمل توليف يعني أسنع لهذا الخيار خفير اي اي أكيد وخاصة برجع بلك معظم اللعبين الأرجنتينيين ما بيحكوا إنجليزي يحكوا أرجنتيني وبدي حدا يتواصل معهم مباشرة بلاس إنه عنده تجربة بسوريا بلاس إنه مدرب مشتهد هو مستوى قد لا يكون مستوى خفير ولكن خفير نحنا ما قدروا اللعبين يطلعوا لعنده ولا بدي آي ينزل لعنده فما نجح كثير بتشكيلة المنتخب اخترنا هذا المدرب لهلا قدرنا نعمل نتائج جيدة جدا مع لبنان بخسارة 9 نقوط بالإمارات بالإمارات وهذا شغلة إيجابية بيتصفان لنا لعبة وحدة ومنتأهل على تصفيات آسيا فعم نشتغل بجهد واضح وصريح عنا هلأ بالشهر 6 تحت 18 بنات بالصين حنشارك فيها وإن شاء الله نكون فيه تطور واضح حيشوفون الناس من خلال هذا المنتخب اختم معك بنقطتين كابتن طريف النقطة الأولى ختاما كرئيس اتحاد كرة السلة مشركة الأندية الأندية هي مشاكل إدارية بالدرجة الأولى أم رياضية إدارية إدارية مالية إدارية مالية إدارية سوء إدارة المالية وخلينا ما نجيب بس ناس أغنية خلينا نجيب ناس فنيين وأغنية بلس نعمل تسهيلات للاستثمارات ويتحمل مسؤوليتها المجلس الإدارة وليس شخص بيجيك شخص غني كتير بل هيك بيضل حامل الموضوع حتى بعد ما يترك إذا شخص واحد تمام وهذا أكبر غلط برجع بقول نحنا نوعا ما بإدارية إدارية إدارية كوريتسل لقدرنا نتعايش مع الموضوع المالية ونجحنا فيه أنا ما في شخص يجي عطيه 700 مليون وهو سعره مو 700 حتى ما يفهم على لاعب معين 500 مليون ويجي هو يكون سعره الحقيقي 70 مليون بشان جيبه لعندي فيه هيك عم بيصير كله هيك عم بيصير بدون الدوري بدون بطولة الدوري بطولة الدوري ما بتجي فقط بلعبين مجنس كويس مستعيد جنسي كويس لعبين لوكل محليين كويسين جمهور متابع شغف بيجي الدوري وجود المجنسين ومستعيدي الجنسية بخفف الشغف المحليين نهائيا لازم يعمل لهم حافز لأنه المستعيدي الجنسية ومجنس أرخص للعب المحلي حاليا وهذا السبب اللي أوجدنا بشان ننزل سعر السوق شوي مجنس أرخص أرخص طبعا إذا بتجمعه كله أرخص ترى بتجمعه كله أرخص ختاما كابتن طريف أنت وحده وأصيل صح شو ما صار يصير شو ما صار يصير كيف شايفنا هذه الوحدة والحديث اللي بيضل دائر حوله بين الإدارة القديمة والإدارة السابقة بين يعني دائما في حديث دائما في شخص موجود في أشخاص ضده بتغير بجعب جيد شخص آخر أشخاص ضده وهكذا واحدة من مشاكل نادي الوحدة أنه أحدهم قسم النادي لشقف كتير كبيرة اليوم أنا داعم ومحب لهذه الإدارة مليون بالمئة هاي الإدارة عم تشتهد عم تشتغل عم تدفع وأنا بنفس الوقت أتمنى مشروع الأستاذ خالد زبيدي كبزنسمان إجا ويجي متله عكل الأندية السورية شو رأيك بالكلام اللي قاله أي ما سمع حكى شي إنه علاقة بالاستثمار بالاستثمار بالشي اللي هو عامله يعني يعني يعترض على إدارة النادي يعترض على طريقة الإدارة أنا برجع أنا برجع أقول الأستاذ خالد زبيدي فيه أنظمة وقوانين أكيد هو تحت سقف الأنظمة والنادي تحت سقف الأنظمة إذا هذا المشروع أخذ موافقة من الجهات الرسمية فليكون ويكون هناك اجتماع محبة وتقدير أستاذ خالد كمستثمر له مصالحه وإله مصلحة النادي أكيد لأنه هو وحداوي وندعم هاي الإدارة الإدارة ما صلى شهرين ما بصير أن نفوت عليها بهذه الطريقة أنا مع هاي الإدارة بأشخاصها ومع الأستاذ خالد هل تقدر هاي الإدارة الحالية تعالج المشاكل الموجودة من قبل مليون بالمئة وبلشت تعالجها شو دور جمهور الوحدة جمهور الوحدة هو جمهور ما بقدر أحكي عنه لأنه هو له فضل على أي في وجوه صغيرة ما بتعرفنا ما بتعرف ماضينا ولا حاضرنا ولا السابق هو الجمهور هو السند هو الأساس يبتعدوا عن انتماءات شخصية هذا النادي لا له لبيت قوترش ولا لبيت الدباس ولا لبيت السيد هذا نادي لمحافظة دمشق لجمهور دمشق وريفة كل الاحترام لهذول الناس ما حدا يفكر ما هو صاحب هذا النادي هذا النادي هو لديمشق مثل ما نادي أهلي حلب والأهلي حلب نادي الجلاء لجلاء حلب فنقدر نكون داعمين ومساعدين كل الناس اللي عم تحكي ما تسيئول النادي ما تعملوا عقوبات تخلوا الإدارة تدفع ما تكسروا تقبلوا الخسارة مثل ما بتتقبلوا الفوز اليوم الألترس عندهم هاي لصة انه بيتقبلوا وبيشجعوا عندي شخص غالي كتير 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 علي هو الألترس انت بتعرفه شخص كتير مهم وظريف وابن عالم وناس وشبعان وتاجر بيجي بيشلح وبعيط وبخانة هذول الناس نحنا معهم لو أساء قولنا ببعض الأراني نحنا واجبنا نستوعب الناس واجبنا نساعد لنطلع كرة تسلي يعني نحنا مو معصومين عن الغلط كمان فأتمنى لهذا الجمهور يشجع النادي والنادي وبس ويروح ينتسب ويدخل على الانتخابات ويحط الأشخاص شارك برأيه ويدفع هال هال ألفين ليرة أو عشرة آلاف ليرة رسم اشتراك سانة وهي بتزيد الميزانية صحيح بيقدر يساعد النادي بيكون له رأيه لما أنت تكون قاعد يعني حضرتك بتقول كابتن طريف إنه ما يكون دورنا فقط بالملعب إنه عم نشجع ببدا يكون دورنا من جوه نحنا من جوه ومن بره ولبلدنا وقت قادرين نحنا نجتمع عشر اتناعشر ألف شخص بالملعب قادرين وقت يكون في أزمة بالبلد نجتمع هالتناعشر ألف شخص وقت الزلزال شفنا حالي بتاخد العالم الشعب السوري وقت يكون عنا مشاكل برمضان بأعياد أخواننا المسيحية يكون في دور اجتماعي لخلينا ننتمي لهذا البلد ونكون فخورين بهذا البلد ما نكون ناس عم ننتظر الغلط ليصير الغلط موجود ومنحس أنه دائما لما بيكون في مباراة نحس أنه حرب الله يمر هالمباراة على خير اللجنة الأمنية بتجتمع قال يا شباب نحنا رياضة يا ناس أنا كتير مبسوط عم شوف وجوه نساء بالملعب عم شوف عوائل كريمة بسم اللي عم بيصير كمان بتصير بتنسحب هالوجوه لما بتصير بتشوف مشاكل لنصل للحد هاللي بدنا يا بعدين نقدر نحكي كل شي نقدر نحكي على العقوبات أكتر نقدر نحكي على الالتزام أكتر اليوم كيف نبق للتدخين بدي أوجد العامل هاللي سهل لهالناس ندخن تطلع الدخين وترجع أو ما تدخن هالساعته بكل دول العالم يعني بسرعة نحنا بسوريا للأسف بدك بتخلي الدولة ما بدأت حدا يصفه الرصيف ومشو بتعمل تعلي الرصيف لا ديكون في عقوبة انه انت تعرف انه هذا الرصيف مولأ لنا هذا يعني يكون موجود قدامك ومع ذلك تمتنع انك تماما يعني اليوم انت بتفوت بتلاقي الدخان بأرض الصالي والبذر طب أوكي بدك تأكل البذر فهمت جيب كيس معك ليش دك تخلينا ندفع مليون ليرة تنظيف صالي بعد كل مبارا يعني في كتير امور وللأسف هاي ما بطيش غير التسكير التسكير الاول ملاحظة تاني ملاحظة بطيكون قلبك كبير واحساس الجمهور بانه هاي الصالي صالته وهذا الملعب له وهو اللي عم يستفيد منه 100% هذا حيشجعني ساوي بطولة بين روابط المشجعين ساوي بطولة هاي صعوبة وقت تسبوا اللاعب في صعوبة بالملعب يا مات انتو ما مقدرينها انتو ما لكون حكام حتى تنقضوا الحكام كيف عم تنقضوا الحكام بصفرة معينة وانتو ما لكون حكام سالا فيك دايما هاي موضوع انتقاد الحكام أو الأخطاء التحكمية موجودة بكل شي بس باس الوقت انت ما بتعرف الأنظمة والقوانين الجديدة مثلا الطابع الحلقة دقت بالرنج فيه اشيلا اللاعب ولا في كتير كلنا من انتساعد هو مشروع هو مشروع والأهم اللي ذكرتو حضرتك كابتن انو الأنظمة والقوانين هي الخطوة الجريئة اللي بيرتكز على أساس تطوير هذا الملف كاملا مية بالمية لا نحمل استاذ فيراسم علا وعلى منا أشخاص منا أشخاص يعني مين ما اجا فيه أنظمة القوانين تحكم الرقابة والتفتيش انه هنه أكيد لازم يكونوا موجودين بس لازم نقللهم شلون الرياضة بتكون حتى قدروا يتفهم وليش عم نصرف هيك ليش عم نصرف ما نفوت المصاري على البنك لأنه بيكون عنا المدرب بده يسافر بتكون منك قادر تستنى وعندك إجراءات بتخلص يعني يلتزم معك لاحقا تمام نتمنى هذا الملف على يعني مدى أشهر قادمة موضوع الأنظمة والقوانين ياخد طريق إن شاء الله يا رب نتمنى التوفيق بالتنظيم وللفرق المشاركة بطولة كأس الجمهورية اللي رح تبدأ بكرة بحلب لكل الفرق المشاركة يعطيهم ألف عافية وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله بيمبسطوا جمهور حلب بمتابعة هاي المباريات بالحمدانية جمهور حلب ودمشق ليك الصالات كبيرة عم تشوف شي رائع فعم نشوف مناظر بتفش القلب ورسالة لبر قديش الباز وبيني بينك رجعنا نسمع كلمة امشوا ننزل ننزل نحضر المبارد شكرا بازل يعني رجعنا نسمع هاي الكلمة اللي زمان ما كنا عم نسمع عصرنا نرجع نسمع امشوا ننزل نحضر المبارد هاي شغلة كتير مهمة ترجع هذا التقصر الرياضي اللي كان محترم وموجود وبتذكر تماما قبل الحرب بسنوات معينة فعلا فعلا صبايا وعائلات يكونوا موجودين بالملاعب وما كان يصير هاي المشاكل اللي تصير هلأ بكل الأحوال شكرا لحضرتك كل وقتك رئيس اتحاد السوري لكرة السلق الكابتن طريف قوتراش أهلا وسهلا فيك كل الاحترام للمدينة شرفت المختار مع باس المحرز اعداد ريم سليمان جعفر مشهدية وفاء الحداد علاقات عامة آلاء عدرة السوشال ميديا هيثم صالحة نظير تيرو موسيقى يحيى جانو الهوية البصرية ليمونتري ندين الهبل اخراج آية أحمد المختار من الأحد إلى الأربعاء الثالثة عصراً عبر المدينة أف أم وتلفزيون الخبر موسيقى 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 موسيقى